أهلاً ومرحباً بكم في دور التعلم البرمجة باستخدام لغة البرمجة DART مستمرين مع حضراتكم في تاني نوع من أنواع الـ Data Types اللي هي الـ Built-in واللي هو الـ Strings أو النصوص وبالتالي وقفنا في الفيديو اللي فات عند حاجة اسمها الـ Concatenation أو عملية التجميع ولكن قبل ما نتكلم عن الـ Concatenation خليني أوضح لك إمتى أستخدم الـ Single Code وإمتى أستخدم الـ Double Code في كل الأمور أنت ممكن أن تستخدم الـ Single Code وما فيش أي مشاكل وتلغي خالص Double Code يعني إيه الكلام ده؟ يعني هفترض على سبيل المثال مثلاً عندي متغير فيه الكلمة دي اللي هو My Name Is عمر بي الشكل ده وبالتالي لو أنا عايز أزود مثلاً Apostrophe بالنسبة للعملية دي فأقدر أن أنا أزودها بالشكل ده وبالتالي لاحظ هنا إيه الاختلاف بتاعي حصل لي Error على طول ليه l-Error؟ لأن أنا أضفت هنا Apostrophe وبالتالي الـ Apostrophe ده بالنسبة للغة الدارت أنا عارف أنه هو Single Code وبالتالي Single Code داخل Single Code فبالتالي هيسبب لي مشكلة فأنا عندي هنا حلين يهما أن أنا أستخدم حاجة اسمها Escape Character بحيث أن أنا أتجاهل الـ Apostrophe ده وأطبعه زي ما هو بالنسبة للجملة بتاعتي أو أن أنا ممكن أن أنا أستعيد عن الكلام ده كله بالـ Double Code وبالتالي حل المشكلة دي هغير بقى وهحول Single Code لـ Double Code بالشكل ده وبالتالي زي ما أنت ملاحظ كده بالفعل قبل مني الـ Apostrophe اللي هو My Name is عمر وبالتالي لو أنا جيت وقلت له Print للـ Name فإذا Shift F10 بالتالي طبع لي الـ Apostrophe بالشكل ده من غير أي مشاكل وده عكس طبعاً Single Code طيب ده الحل الأولاني يبقى إذا عرفنا إمتى أستخدم الـ Double Code لو أنا عندي في الجملة بتاعتي أو في الـ String أو في النص بتاعي Apostrophe فبالتالي أنا عايز أعرض الـ Apostrophe زي ما هو وبالتالي أنا هستخدم بقى الـ Double Code طيب الحل الثاني إن أنا أرجحها زي ما كانت فهتكون دي Single Code بالشكل ده وعايز إن أنا أعرض الـ Apostrophe برضو بداخل Single Code فهنا زي ما قلت إن أنا باخد حاجة اسمها الـ Escape Character اللي هو الـ Backslash بالشكل ده وبالتالي لما أنا كتبت الـ Backslash ما طلع ليش أي error بالنسبة للجملة فايدة الـ Backslash دي إن هو بتعمل Escape للـ Character أو الرمز أو الحاجة اللي هتبقى بعدها إيه هي الحاجة؟ هي Single Code أو الـ Apostrophe بالنسبة للجملة بتاعتي وبالتالي لو أنا قلت له Shift F10 بالتالي طبع لي الـ Apostrophe زي ما هو يبقى إذن لو أنت ملغبط خالص أو متلغبط ما بين أن أنت تعرض الـ Apostrophe بشكل مباشر من غير ما تستخدم الـ Escape Character اللي هو الـ Backslash فتقدر أن أنت تستعيد عن Single Code بـ Double Code طيب لو أنا عايز أعرض أو استخدم الـ Single Code يبقى على طول هستخدم الـ Escape Character علشان أقول له تجاهل الـ Single Code ده بالنسبة للـ String بتاعك ولكن أعرضه لي زي ما هو بالنسبة للـ Output بتاعك وبالتالي دي الفرق ما بين استخدامي للـ Single Code والـ Double Code وتعالى بقى نبدأ في عملية الـ Concatenation أو عملية تجميع النصوص مع بعض زي ما واضح قدام حضراتكم كده هي Combine String يعني أقدر أن أجمع مجموعة String مع بعضها وبالتالي عملية الـ Combine هنا أو التجميع بتتم من خلال الـ Operator اللي هو الـ Plus وبالتالي أقدر أن أجمع أي مجموعة نصوص سواء متعرفة في متغيرات أو أن أضفها بالنسبة لحاجة معينة وأبدأ في عملية الـ Concatenation أو التجميع ده من خلال الـ Plus Operator تعالى نشوف الكلام ده هيكون عامل إزاي فبالتالي هسيب مثلا الـ Name بتاعي زي ما هو اللي هو عمر وبالتالي أنا هعمل متغير جديد هسميه var message بالشكل ده وبالتالي المسج دي هسند لها مثلا قيمة اللي هي hello بالشكل ده وبالتالي أنا عايز أعمل update أو عملية concatenation بالنسبة للمسج فبالتالي ممكن أن أقول له message بيساوي المسج اللي هو الـ String بتاعي اللي أنا معرفه اللي هو كلمة hello plus علشان عملية الـ Concatenation أو عملية الـ Combine وبعد كده ممكن أن أنا أضيف أي نص تاني فأقول له مثلا my name is وبالتالي دي أول عملية concatenation حصلت على المتغير بتاعي اللي هو المسج وبالتالي أقدر كمان أن أنا أعدل في المسج فأقول له المسج لو أنا حابب أن أنا أعرض اسمي من خلال المسج ده فبالتالي أقدر أقول له بيساوي المسج plus الـ name الـ name بالشكل ده وبالتالي كده كل حاجة تمام لو أنا جيت وروحت بقى وقلت له print للمسج وضغط shift F10 بالتالي هلاقي hello my name is عمر وبالتالي أنا عملت عملية concatenate أو concatenation أو عملية combine string لمجموعة من الـ string بدأت المسج اللي هو المتغير بتاعي بكلمة hello وبدأت في كل مرة أعمل update للمسج ده من خلال القيمة الأديمة له اللي هو هالله وباستخدامي للـ additional operator أو الـ plus operator إن أنا أعمل عملية الـ combine بحيث إن هما يكونوا جنب بعض بالشكل ده ولاحظ هنا إن أنا بسيب مسافات ما بين عملية الـ combine أو في عملية الـ combine علشان تسيب لي مسافات بالشكل ده وبالتالي لو أنا جيت وشلت المسافة هنا فهلاقي الكلام لازق في بعضه بالشكل ده وبالتالي أنا براعي الكلام ده وأنا بكتب الكود بتاعي أقدر برضو من خلال الحاجات اللي تكلمنا عنها قبل كده في الـ arithmetic operation اللي هي عملية الـ update من غير ما استخدم اسم المتغير مرتين بالشكل ده فابدأ إن أنا مثلا أعمل عملية الـ concatenation بالشكل ده فأقول له مثلا بلص equal وبعد كده يضيف لي الـ my name للـ message كقيمة وبالتالي أقدر برضو إن أنا أعمل عملية الـ update بالشكل ده ما عنديش أي مشاكل ولو شفت F10 علشان أعمل run للبرنامج بالتالي طبعلي البرنامج زي ما هو وبالتالي دي عملية الـ concatenation أو عملية الـ combine بالنسبة لمجموعة النصوص بتاعي